يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا دعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم قمحون ودعنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواهم عليهم أنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزروا لاتباع الفكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم إنا نحن نحن في الموتى ونكتب ما قدموا وآسارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين قضب لهم مثلا أصحاب القزية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما بعزثنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تتقيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرقون وجاء من أقصى المدينة وجل يسعى قال يا قوم اتبعوا مرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرانه وإليه توجعون أأتخذ من دونه آلهة يرد للرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي ودعلني من المقرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا أم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهسيون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الهنون لأنهم إليهم لا يردعون وإن كل لما جميع لدينا محظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأفقدنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما عملت ويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نخلق منه النهار فإذا هم مطلبون والشمس تجدي لمستفز لها ذلك تغيير عزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعوتون القديم للشمس ينبغي لها أن تذرق الكمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا سبحشتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يرقبون وإن نشأ نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقبون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفنون الذين آمنوا ونتعم من لو يشاء الله وفعم إن أنتم من لا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم خالقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصلق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تزنوا نقص شيئا ولا تزنوا إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أسواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صلاط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تمعدون إسنوها اليوم بما كنتم تفقلون اليوم نكتم على أخواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد واردلهم وتشهد واردلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمصنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لقمصناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينزر من كان حيا ويحق القور على الكافرين أولم جروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهدها مالكون فزللناها لهم فمنها ركوهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارف أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يعلم قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم جروا الإنسان وانا خلقناه من نطفة فإذا هو فصيم مبين فصرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحجي العظام وهي رميم قل يحجيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أموه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الله اشتركوا في القناة